يوصل التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي تجهيز القوافل الإنسانية المختلفة لدعم الأشقاء في قطاع غزة يأتي قرار القيادة السياسي بموصلة فتح معبر رفح نابعا من سياسة مصر الراسخة في دعم القضيات الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق هكذا أصبحت الطرقات في مدينة العريش وصولا لمعبر رفح البري لا تخلو من شاحنات المساعدات التي تذهب للأشقاء الفلسطينيين عبر معبر رفح البري الذي لم يغلق يوما واحدا أمام دخول هذه المساعدات سواء كانت غذائية أو طبية أو مواد إغاثية وكان آخر ما وصل إلى المعبر القافلة التابعة للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي الذي لا زال يواصل تجهيز القوافل الإنسانية المختلفة لدعم الأشقاء في قطاع غزة ولأن أغلب المرافق الحيوية داخل قطاع غزة خرجت عن العمل بسبب نقص الوقود تأتي أهمية شاحنات الوقود التي تدخل يوميا من خلال بوابة معبر رفح البري لتشغيل تلك المرافق خاصة المؤسسات الصحية بالإضافة لاستقبال المعبر للجرحة والمصابين لعلاجهم بالمستشفيات المصرية أصبح معبر رفح البري نافذة النجاة لمن تبقى على قيد الحياة إذ تعد هذه البوابة الملاذ الوحيد لدخول المساعدات برا كما أشارت كل التقارير الدولية وتصريحات المسؤولين الأمميين وتأتي كل هذه الجهود المصرية تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي بتقديم كل أنواع الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين